طلب العلم قربة من أعظم القربات وهو سبيل يرسم به العبد لنفسه طريقا إلى الجنات وقد قال الله تعالى في محكم الآيات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لكن للعلم آدابا يجب على طالبه أن يتحلى بها ووصايا ينبغي له أن يعمل بها منها الصبر فإن طلب العلم من معالي الأمور والعلى لا تنال إلا على جسر من التعب ولئن كان الجهاد ساعة من صبر فصبر طالب العلم إلى نهاية العمر إلزم الإخلاص في طلبك وليكن قصدك وجه الله والدار الآخرة وإياك والرياء وحب الظهور والاستعلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب فعليك إذن بالأدب معه وكثرة الدعاء له فإن ذلك عنوان الفلاح والنجاح لتكون همتك في طلب العلم عالية فلا تكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره ولا تقنع من إرث الأنبياء صلوات الله عليهم بيسيره مع قدرتك على غزيره عليك بالتحلي بدوام المراقبة لله تعالى في السر والعلم وكن سائرا إلى ربك بين الخوف والرجاء فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر أقبل على الله بكليتك ولينشغل لسانك بذكره وليمتلئ قلبك بمحبته والسرور بحكمه وأحكامه بادر وقتك بالتحصيل ولا تغتر بخدع التسويف والتأميل فإن كل ساعة تمضي من عمرك لا بدل لها ولا عوض عنها اقطع عنك العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب وابذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل فإن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك واعلم أنه لا تكتمل لك حلاوة العلم ولا تنضج لك ثمرته إلا إذا عملت بما تعلمت فمن علم ولم يعمل فقد أشبه اليهود الذين مثلهم الله بأقبح مثل في كتابه فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين